اشتركوا في القناة وصناعة البحرين وذلك تقديرا لجهوده واسهاماته في تعزيز ممارسات المسئولية المجتمعية وضمان استدامتها جاء ذلك على همش انعقاد الكونغرس الدولي للمسئولية المجتمعية لعام 2024 الذي عقل تحت شعار نحو تبني وتطوير تشريعات وقوانين معززة لتطبيقات المسئولية المجتمعية بالدول العربية اوضح السيد خالد راشد الزياني رئيس مجموعة استثمارات الزياني اهم الخدمات المقدمة من مصنع امرس الزياني جاء ذلك على همش تدشين محطة توليد الطاقة بالالواح الشمسية الكهروضوئية التابعة لشركة امرس الزياني احنا نصدر من هالمصنع لفوق المائة بلد في العالم واسواقنا هي في اوروبا في امريكا في اسيا من الهند لكوريا واليابان شريكنا في العملية امرس هو اكبر مصنع للمواد اللي يستخدمونها في تنظيف السفن في اي شيء يريد له حك من الامري اللي تشوفه لشيء اللي تحرك في كل الحديد المصدي على السفن لإعادة صباغته وهي مادة تتحمل كثير من الحرارة اكثر من الحديد ولذلك تستخدمها مصانع مثل الالبا اللي لما يصهر عنده الالمنيوم اذا ما كان محطوط في نفس المادة مثل القالب ما يقدرون يحركون من محل لآخر والآن يترككم مع سعار صرف الدنار البحريني مقابل العملات الخليجية وابرز العملات العالمية اعلن مصرف الراجحي اكبر بنك اسلامي في العالم عزمه اصدار سكوك مستدامة مقاومة بالدولار الامريكي بمجب برنامج السكوك الدولية المحدث في الثلاثين من مايو 2023 وذلك عن طريق شركة ذات غرض خاص وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية واوضح المصرف في بيانه انه سيتم تحديد القيمة وشروط طرح السكوك المستدامة بناء على ظروف السوق مشيرا الى ان الطرحة يأتي لتلبية اهداف المصرف المالية والاستراتيجية وفقا لاطار استدامة التمويل الخاص بالمصرف اكد متحدث باسم البرلمان الصيني ان لدى القيادة الصينية ثقة كبيرة في ان اقتصاد البلاد سينتعش جاء ذلك في تصريح يأتي قبل افتتاح ان الاتجاه الاساسي للانتعاش في الاقتصاد والنمو على المدى الطويل لم يتغير هذا وسجلت الصين التي تواجه ازمة عقارية كبرى في العام الماضي احد ادنى معدلات النمو منذ عقود بنسبة 25% اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة